سيدة ناب عمر درويش أمين سر اللجنة الإدارة المحلية عضو تنسيقية شباب الحزاب والسياسيين حالا ولكن النهاردة كان سيد رئيس مجلس دولة المصشار محمد حسام الدين قام بزيارة إلى مجلس النواب وللتهنئة المصشار دكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تولي مسئولية ورئاسة مجلس النواب واستقبل رئيس مجلس النواب دكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم المصشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بحضور المصشار رحمة سعددين وكيل مجلس النواب والنائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب وكان رفق رئيس مجلس الدولة عدد من السادة المصشارين وقضاة مجلس الدولة أكد المصشار محمد حسام الدين وقدم التهنئة المصشار دكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على السقة الغالية التي أولاها نواب الشعب بانتخابه رئيسا للمجلس وقال أن النصشار جبالي قام قانونية ودستورية متميزة أعرض النصشار دكتور حنفي جبالي عن سعادته وشكره وشكره لسيد رئيس مجلس الدولة على التهنئة الغالية وأكد تقديره العميق للدور المهم والحاوي لقضاة مجلس الدولة باعتبارهم قضاة المشروعية وحماة الحقوق والحريات للمواطنين ومراجعة تعاقدات الدولة وحماية المال العام أكد مشار حنفي جبالي على أهمية التعاون المسمر بين السلطتين التشريعية والقضائية لإنجاز التشريعات في كافة المجالات وأعرض عن تقديره لرئيس ومستشار مجلس الدولة وعضاء قسم التشريع به لمجهوداتهم العظيمة وملاحظاتهم السديدة في مراجعة وصيحات مشروعات القوانين من جانبه أعرض المشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة عن ترحيبه بالتعاون المستمر بين مجلس النواب ومجلس الدولة بما يحقق المصاحة العليا للدولة والمواطنين ويخدم المنظومة التشريعية للدولة المصرية